مواصلة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير في البلاد بتعاوني مع جمعية العون المباشر وصلت القافلة الطبية إلى مدينة صار حضرة شهر الأوسط حيث أجريت العديد من العمليات الجراحية للمصابين بأمراض العيون تقرير عيشة خلي البلاد في يومها الخامس ما زالت تتواصل نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جمعية العون المباشر في علاجها للمصابين بمرض المياه البيضاء بإقليم شاريء الأوسط حيث وصل ليلة البارحة إلى مستشفى مدينة صار عدد كبير من الرجال والنساء المصابين بمرض المياه البيضاء من مدينة كيابي والسيدو ومعسكر اللاجئين والعائدين من جمهورية إفريقيا الأسطى من أجل تلقي العلاج وذلك عقب الزيارة التي قامت بها السيدة مارين كوشي عبدالغادر عضوه بمؤسسة الغلب الكبير برفقة الفريق الطبي التابع للمؤسسة من أجل معرفة مرضى الأيون بهاتين المنطقتين في مدينة كيابي تم تشخيص حوالي 370 مريض من بينهم 26 يحتاجون لعملية وغزار الوفد الطبي أيضا منطقة سيدو الواقعة على الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تبعد حوالي 110 كم من مدينة السار أما في منطقة سيدو تم تشخيص حوالي 413 مريض من ضمنهم 44 حالة تحتاج لعملية ونشير بأن مؤسسة القلب الكبير تكفلت بترحيل وإعاشة جميع المرضى الذين تم نقلهم إلى مدينة السار ومن جهات أخرى حيث أجريت الغافلة الطبية بالأمس الحادي والعشرين من مايو الجاري حوالي 200 عملية للمصابين بالكتراك في هذه الحالة فقد عبر المرضى القادمين من منطقة كيابي وسيدو ومخيم اللاجئين والعائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى عن شعورهم قبل أن تجرع لهم العملية اليوم نوجه الشكر خاصة للأخت هنا دبيتنا هي كان بذرت كل ما عندها لكي تساعدنا مثل ما ساعد الرئيس جابنا بالجو والبر وأكلنا وشربنا والآن بدأت تعالج المرضى وخاصة للأخوة العميانين والتعبانين ولها جزيل الشكر ندمنى من الأخت هنا دبيتنا تجينا وتشوف العلامة الفينا العائل هي رؤوفة وحليمة وتخدم كل مواطننا في أي وقت ويون حيني ناسنا بواجعوهم أميانين عندنا وهدين وما بشوفوا عدير كل عندنا وفي الحالية نخص شعالوا عربات وجابوهم ولا الأدودة وفيلو وشايلين ما شمبي يبشوقوا في السار كل فيه أنينا ما نسينا حاكم تجات ما نسينا دبيتنا شكرنا رئيسنا شكرنا حاكم تجات وكلنا عننا الليتورنا ما نقدر ننصب أما عن الإلاج المجاني الذي تقوم به سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند دبيتنا عبر لنا مسؤول مقاطع السيدو السيد بشير يعقوبة المنظمة الخيرية فونداسيون جران كير هند دبيتنا لأنه شرفنا في منطقة السيدو للأخوان اللاجئين والراجئين من السنترافريق والمواطنين السكان قاعدنا السيدو اليوم جرت الفونداسيون جعلين هنا كشفت ما أقل من 300 أو 400 شخصي فيها تقريبا 60 شخصي يعاملوا لأي الأوپرation ويمكن ربنا ساعدها نظرة هيجي في بكان الأول لكن باسم المنطقة وباسم السكان أننا نقول لأخذنا هند بارك الله فيها ربنا يسر أمورها والله يعطيها لها الخير واليوم الشعب نسيدو فرهان فرهان نقول فرهان فرهان وفرهان ونتمنى لها الخير ولالفونداسيون نقول الله يعني يوسلهم وما يقصروا من أملهم الماشيين فوق هذا وأن نذكر بأن مثل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير تجاه الضعفاء والمحتاجين ستساعد كثيرا في العملية الصحية بالبلاد